اتهم رئيس الحكومة محمد السوداني في كلمة متلفزة خصومه الذين لم يسمهم بمحاولة التشويش والتعمية لخلط الحقائق بالأكاذيب بسبب ما اعتبرها انجازات حكومته التي لمح بأنها أزعجت شركاءه لقد واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد السوداني في كلمة أقرب إلى الخطاب الترويجي لنفسه كما وصفها مراقبون حذر شركاءه من أن انهيار إدارته سيؤدي لغرق سفينة الإطار بمن فيها وليس وحده فقط عبر قوله بأن الحكومة هي حكومة الجميع داعياً القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية إذا أما وصفها بالاستحقاقات والالتزام بدعم حكومته وعدم إعاقتها أن الحكومة هي حكومة الجميع وأن نجاحها وتمكنها من تلبية تطلعات العراقيين وتحقيق التنمية والازدهار سيعود بالنفع على الجميع أيضاً السودان في محاولة لإحراج شركائه الذين باتوا يروجون لقرب انتهاء عهده والنفادي حظوظه بولاية ثانية استعرض جملة ما اعتبرها إنجازات قال إن حكومته حققتها منذ تولي مهامها في مجال الخدمات وملفات الوظائف وقطاع الطاقة والنفط متغاضياً عن ذكر ما تسبب به إنفاقه الغير مدروس والذي أرهق الموازنة وأجعلها تئن من شدة عجزها وهو ما أثار حفيظة عراب الإطار نور المالكي والذي سبق وأن اتهم السودان باستغلال أموال الدولة لأغراض انتخابية فيما لمح السودان بالمقابل إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري وهي أحد أدوات الابتزاز التي لطالما استخدمها رؤساء الحكومات المتعاقبة ضمن ملف المساومات وتوزيع الغنائم والمناصب في بلد ما زال يتصدر قوائم الدول الأكثر فشلاً في العالم